إيران تستخدم عشر منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ واسلحة دقيقة ومتطورة لتسلح ميليشيات تعمل لحسابها على الأرض السورية تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس اتهم فيه طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية في سوريا الوزير الإسرائيلي أضف أن إيران حولت مراكز الدراسات والبحوث العلمية السورية إلى منشآت عسكرية لإنتاج الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية كما أن إيران تعمل كذلك على تأسيس منشآت مماثلة في لبنان واليمن ما يعني بحسب مراقبين خطرا إيرانيا باهما تكمن خطورته في اللامركزية إذ ستنتشر الصناعات العسكرية الإيرانية حيث منتشرت ميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط وبحسب محللين فإن التمدد الإيراني في سوريا واستغلالها المؤسسات السورية من أجل صناعتها العسكرية يحقق لها عدة أهداف أبرزها التهرب من التأثير المباشر لأي عقوبات دولية قائمة أو مستقبلية إذ إن طهران تنفي مرارا تبعية هذه الميليشيات لها لتظل بذلك منشآت سورية ولو شكليا كما أن انتشار التصنيع العسكري الإيراني في دول المنطقة العربية من شأنه أن يغير معادلات القوة بين الميليشيات التابعة لطهران والقوى السياسية الأخرى داخل هذه الدول ما ينطوي على إحكام للقبضة الإيرانية على المشهد السياسي والأمني في المنطقة غير أن صراع النفوذ الدائرة بين طهران وتل أبيب قد لا يسمح لإيران بتحقيق كل أهدافها في المنطقة إذ تتكرر الضربات الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا بما يعرقل نسبيا مساعي طهران لاتخاذ الأرض السورية منطلقا لتحقيق تمدد أكبر في دول أخرى وتأمين الممر الاستراتيجي الممتد من طهران مرورا بالعراق ووصولا إلى ساحل البحر المتوسط في سوريا ولبنان لكن ذلك في رأي كثير من المحللين لا يعني إمكانية وقوع مواجهة واسعة بين الجانبين إذ إن كلا من طهران وتل أبيب تشتركان في أهداف استراتيجية تتمثل في إخضاع المنطقة العربية لسيطرتهما ولعل التخادم الإيراني الأمريكي في العراق يمثل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه الأمور بين إيران وإسرائيل في سوريا وربما في دول أخرى من المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر